ترجمة نانسي قنقر على طريق هدف توفير الأمن القذائي المستدام فقد أطلقت وزارة الأشقال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المرحلة الأولى من مركز الحاضنات السمكية في رأس حيان حيث يتمثل المشروع في التعاقد مع رواد أعمال وتوفير البيئة المناسبة لهم ومنحهم مساحة بمثابة حاضنة أعمال لتدريب عمالهم كان أولها برنامج لتدريب 15 متدرب على الاستجراع السمكي على التقنيات الحديثة في الاستجراع السمكي واكتم تدريبهم في مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين لمدة أربعة أشهر وبعد تخرجهم وعرض مشاريعهم على الوكالة تم اختيار عشرة منهم وخصصت لهم حاضنات في منطقة رأس حيان للبدء في مشاريعهم فالمرحلة الأولى بتكون عشر حاضنات المرحلة الثانية بتكون عشرين حاضنة مركز الحاضنات يحتوي على أربعين حوض على مساحة ألفين متر مربع القصد شراك القطاع الخاص شراك رواد الأعمال شراك المستثمرين في زيادة الانتاج السمكي في مملكة البحرين مملكة البحرين تبذل جهودا كبيرة لتجنب أي ممارسات خاطئة والضغط على المصائد الطبيعية من جهة والعمل بالتوازي من جهة أخرى على أن يكون الاستزراع السمكي خيارا رئيسيا وبديلا اقتصاديا ناجحا يلب الإحتياجات الاستهلاكية المتزايدة رأس حيان مهيّة أن تكون في مياه متجددة من البحر باستمرار فالزراعة الموجودة الآن في رأس حيان هي زراعة أسماك البحر نحن في البحرين نستزرع السمك البحريني وليس السمك الأجنبي التركيز يكون على الأصناف البحرينية المشهورة مثل الهامور مثل الاصبيطي اليوم على مستوى العالم 50% من إنتاج الأسماك أو ما يستحلك في العالم من الأسماك ينتج عن طريق الاستزراع السمكي فمن المهم لأي دولة تحافظ على أمنها القضاء أن تدخل في هذا المجال على أساس تأمن القضاء وزارة الأشقال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة خطة زمنية متكاملة لتنفيذ مبادرة سيد عاهل البلاد المفدة للأمن القذائي والذي يختص بالتنمية الزراعية والاستزراع السمكي وبالشكل الذي يقود إلى إنجاحها تحقيقا لتطلعاته وذلك ليبقى مملكة البحرين على مخزون كاف من الأسماك وليكون داعما للتنمية الاقتصادية لتوفير التدريب وبيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال ومساعدتهم لإطلاق مشروعات تشكل مصدر دخل لهم مملكة البحرين تطلق المرحلة الأولى من مركز الحاضنات السمكية في المركز الوطني للاستزراع البحري في راسحيا طلالنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين